الـ Starting System هو النظام تشغيل السيارة لما يكون الـ Engine في حالة OFF وهو تحويل الـ Engine من الـ OFF State للـ ON State. الـ Starting System is designed to turn أو crank. يعني برضو ممكن يسموه Cranking System. الـ Starting System مطلوب منه to start, turn, or crank the engine until it can operate under its own power. To do this, نحن بحاجة Starting Motor. وزي ما درسنا في الشابترز الماضيين دائما الـ Power Stroke هي أساس دوران الـ Engine. وعرفيني الـ Power Stroke بتتغير من سلندر لسلندر. لكن في البداية ما بيكون عندي Power Stroke. فأنا بحاجة إني أدور الـ Cylinders من خلال تدوير الكرانكشافت لحتى أحصل على أول مجموعة من الـ Power Strokes. وبعدين خلاص إني بوصل لمرحلة إنه الـ Engine لحاله بيدور من خلال الـ Power Strokes المتزامنة بانتهي دور الـ Starting System. الـ Starting Motor لما يدور It turns the engine's crank shaft. The sole purpose of the starting system is to crank the engine fast enough to run. الـ Engines, Ignition and Fuel System They provide the spark and fuel for engine operation. But they are not considered part of the starting system. الـ Starting System وضح أمامنا. في عنا البطارية 12V DC بيطلع منها تيارة. في عنا التيار الصغير هو التيار اللي بيمر على المفتاح تشغيل السيارة اللي هو منسميه Ignition Switch. بعدين بيمر على Starter Safety Switch. بعدين بيمر على Solenoid. هذا التيار لما أنت تدخل وتحرك المفتاح هذا التيار بيمر في هذا السيركت. وبالتالي بيسكر السولينويد. السولينويد بربط التيار اللي أعلى من التيار الأولاني. اللي طالق برضه من نفس البطارية. لكن هذا وين بيروح؟ بيروح على Starter Motor. السولينويد بيخلي التيار الصغير اللي ناتج من Ignition Switch Circuit يتحكم بالتيار الأعلى اللي راح يدخل على Starter ويدوره. عندما انه دار هذا السيرتر راح يدور لي معه لكرانك شافت. عندما انه الكرانك شافت بلش يدور بتصير عندي compression وبتم العملية كاملة. بتصير عندك Power Stroke لأول مرة بعدين للسيلندر البعده. عندما انه Power Stroke في أكتر من سيلندر اشتغلت ودار الأنجن بنتهي دور السيرتر موتر هذا.